ذبحا أو بالأعيرة النارية أو خنقا واليوم بقنبلة تعددت الطرق والضحية واحدة المرأة اليمنية التي باتت جرائم العنف ضدها تتصدر عنوين الأخبار والصحف فينشغل الناس بقصتها لحظة وقوع الجريمة لتنسى وتتحول إلى رقم آخر بعد جريمة أخرى مشابهة في اليوم التالي في مديرية دار سعد في عدن فارقت امرأة يمنية الحياة بعد أن أمسك بها زوجها وفجر قنبلة ليموتا معا في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الزوجان وهما على ما يبدو في خضم نقاش حاد وعراك الزوجة حاولت الفرار وتخليص نفسها ولكن لحقها الزوج وقبض عليها وعند محاولة بعض المرة التدخل لإنقاذها انتهى الأمر بتفجير الزوج قنبلة يدوية أدت إلى وفاة الاثنين إليكم الفيديو الذي تشاهدونه والذي لن نستطيع عرضه كاملا لقسوة مشاهده السبب وراء الجريمة وفقا لمصدر أمني بشرطة دار سعد جاء في البيان التالي يقول البيان سبب الحادثة يعود إلى خلافات نشبت بين الرجل وزوجته حيث انتهت بقيام الزوج بإنهاء حياته وحياة زوجته أمام أعين الناس في دار سعد وقامت قوات الأمن بتطويق المكان وإغلاق الشارع العام ونزول فريق الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات كما تم نقل الجثامين إلى مستشفى الجمهورية العام في عدن مشاهدين وسائل الإعلام اليمنية أفادت أن الخلافات بين الزوجين بدأت منذ أشهر وبعد أن تفاقم الخلاف ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها ولكن الزوج تمكن من إقناعها بلقائه في الشارع حيث قام بتفجير القنبلة أمام أعين الناس الحادثة طبعا أثارت ردودة فعلا غاضبة من الكثيرين على مواقع التواصل فمثلا كتب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور علي القرداغي على منصة X قائلا تلك الأحداث تذكرنا بأهمية العلاقة الزوجية المبنية على التراحم والتوعية النفسية والاجتماعية وتقديم الدعم للأفراد والعائلات في الحصول على المساعدة والاستشارة عند مواجهة مشاكل صعبة يجب تعزيز ثقافة التعامل البناء مع الصراعات العائلية وتوفير الموارد للمساعدة على فهم ومعالجة المشاكل بطرق صحية وغير عنيفة بينما ربط آخرون تزايد جرائم العنف بوضع اليمن السياسي والاجتماعي حساب ابن العربي كتب انسداد الأفق السياسي يشكل أزمات ومنها انسداد الأفق العائلي فخبر تفجير شاب يمني نفسه وزوجته بواسطة قنبلة يدوية يدمي القلوب ويدعو إلى انفراجات وزرع الأمل في أمة لا إله إلا الله طبعا للأسف حالات العنف ضد النساء في اليمن تفاقمت منذ اندلاع الصراع وحوادث قتل النساء خصوصا في عدن باتت متكررة فقبل أسابيع قليلة فقط قتلت امرأة يمنية طعنا في أحد المراكز التجارية من قبل شخص تقدم لخطبتها ورفضته الحرب في اليمن مشاهدين كان وقعها أليما على النساء وتقول الدكتورة نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلفت الحرب في اليمن دمارا هائلا وعواقب وخيمة على النساء والفتيات وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة في مارس أذار من هذا العام فإن أكثر من سبعة ملايين امرأة في اليمن بحاجة لخدمات عاجلة تقيما وتعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي وأضاف التقرير أن هذه الخدمات ما زالت محدودة للغاية أو غائبة كليا في بعض المناطق تحدثنا في برنامج تريندينج مع هدى الصراري وهي محامية يمنية ورئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات وحدثتنا عن أسباب تكرار حالات العنف ضد النساء في اليمن لنستمع تكررت تحوادث القتل الموجهة ضد النساء في الأونة الأخيرة وذلك لأسباب عدة منها أولاً عدم وجود آلية حماية مخصصة للنساء كذلك أيضاً الوضع الاقتصادي الذي انعكس على حياة المواطن شهدت محافظة تعدن في الأونة الأخيرة عدة حالات قتل ضد النساء أما بسبب رفض المرأة للزواج من هذا الرجل فقام بقتلها أو بسبب مشاكل أسرية ناتجة عن الوضع الاقتصادي الذي فقم المعاناة للأسرة اليمنية شكراً جزيلاً لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها